اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاتصال تناول استعراض تطورات الاوضاع الرهنة في ليبيا حيث تم التوافق بين الجانبين على اهمية تكثيف الجهود المشتركة وتنصيق المتبادل بين البلدين لتسوية الازمة الليبية وبشأن العلاقات المصرية الروسية اكد رئيس اسيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الاصعيدة ومن جانبه اكد رئيس الروسية الاهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة وفي اطار اتفاق الشركة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين قام الرئيس اسيسي بجولة تفقدية بقرية المرجدة بمركز الوقفة بمحافظة قنة وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرية وخلال الجولة تفقد رئيس اسيسي مجمع خدمات المواطنين بقرية المرجدة كما تفقد مجمع الخدمات الزراعية ونقطة الاسعاف والوحدة الصحية بالقرية كما توجه رئيس اسيسي الى مكتبة حياة كريمة واستمع لشرح لبعض المشروعات من شباب مؤسسة حياة كريمة أعلن التحالف العربي في اليمن تدمير مخازن لأسلحة نوعية بمعسكر التشريفات في صنعاء وقال التحالف إن العملية جاءت استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من المعسكر مطالبا الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من المناطق المدنية أعلنت روسيا عودة أكثر من عشرة آلاف جندي إلى قواعدهم بعد إجراء تدريبات استمرت شهرا في جنوب البلاد خاصة بالقرب من الحدود الأوكرانية وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات التدريب القتلي هذه جرت في عدة مواقع عسكرية مجاورة لأوكرانيا مبين أنه سيتم تخصيص وحدات حراسة وتعزيزات قتالية لمواجهة أي حالات طارئة محتملة في هذه المناطق ومنذ أكثر من شهر يتهم الغرب روسيا بحجد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف تدخل عسكريا فيها بينما ينفي الكريملين أي نية لشن حرب هناك قتل خمسة أشخاص على الأقل بعدما فجر انتحاري قنبلة كان يحملها في مدينة بيني في شرق جمهورية الكنغو الديمقراطية هذا وتتعقب القوات الكنغولية والأغندية جماعات انفصالية وجاء في بيان لمسؤوليين عسكريين أن الانتحاري فجر قنبلة عندما منعت القوات دخوله إلى أحد المطاعم مشيرا إلى أن الحصيلة المؤقتة تشير إلى مقتل ستة أشخاص بينهم الانتحاري وإصابة 13 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 866 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا لفت إلى وفاة 25 حالة جديدة وأكدت الوزارة خروج 760 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 316656 من بين إجمال إصابات وصل إلى 380520 حالة من ضمنهم 215571 حالة وفا سجلت وزارة الصحة الأردنية 12 إصابة جديدة بأوميكرون النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا وقالت الوزارة إن عدد الحالة المؤكدة للإصابة بأوميكرون في الأردن وصل إلى 33 حالة مؤكدة أنها ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا لمزيدنا من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الابتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب شكرا نطيب المتابعة فاصل قصير ثم نعود لاستكمال فقرات هذا الصباح اشتركوا في القناة